اشتركوا في القناة مسؤولة لعب المصير دينا والمعاقبة دياله إلغاء النتائج وبهذا إلغاء الامتحان وإعادة الامتحان في ظروف شفافة ونزيها طلبات بسيطة ديالة طلبة دينا من أول نهار خرجنا لا يستحلوا تحقيقها ولكن ومع ذلك المسؤولين قابلوا طلبات دينا بطريحات مستفزة خصوصا في الوهلة الأولى لكي نتراجع وذلك ما زادنا إلا عزيمة وإصرار وثقاف القضية دينا وبهذا وهنا مر إلى صفوف من تعاملوا مع القضية دينا بالصمت كأننا لا نعنيهم كأن المستقبل دينا لا يهمهم وهنا تحديناهم وبحثنا وقدمنا الأدلة والأخرى وقعرناهم بالحجة والدليل ومع ذلك ظل الصمت سيد الموقف لا وقفات في الشارع ولا الكلمة دينا في المنابل الإعلامية ولا الدعاويل لدرنا أمام المحاكم للمحاكم الإدارية ولا محكمة النقد ولا شكاية دينا لدنا وجهات مختصة اليوم كنقول لكم لأننا نحن يبتداء من يوم 5 يناير 2023 ونحن نحط شكاية الوكيل العام لدى محكمة النقد لفتح تحقيق وإلى يوم من هذا نحن اليوم 22 فبراير 2023 ما زال الدعوة العمومية لا تحركتش فهذا الشيء ما خللنا إلا أننا نقرر على أننا نصعدوا ونلجئوا لخطوات سعيدية باش نبينوا الجميع ونوضحوا لي على أننا لازلنا مستمرين في النضال خصوصا من بعد تصريح الأخير للسيد الوزير لحاول من خلاله إنهاء هذه المعركة من خلال أو لحينما بدأ صحفي حوار طويل عريض يناقش في مجموعة من الملفات ومجموعة من القضايا متعلقة بوزارة العدل وكذلك حزب الأسرة والمعاصرة سؤاله بمفاده من الذي استفدتم من ملف امتحال أهلية لمزاوة مدنة المحامات الذي طوية فمن الذي طواه ونحن نتدر كلمة القضاء فهو نضرب صارخ لدور القضاء في المغرب فمن الذي طواه ونحن لازمنا نخرج للشارع ونصخ بأعلى صوتنا وباقي كتطالبوا بالحق ديالنا فحنا اليوم نجينا بش نقول له هلا أننا لم ولن نطوي القضية ديالنا وهذه القضية ديالنا وليس قضية فاساد أكثر من قضية فاضيحة بسيطة اللي كنا بحالنا اللي كنقول لنا فاسد وجوج اللي يمسواطئين فيها ونحن ما غاديش نتراجع وهذا هو الوقت أنا الأوالي محارضة الفاساد بكل قوة ديالنا فحنا اليوم جينا نعلنو لخطوة سعيدية فريدة من نوعها كنا كمين ضدها في الأول ولكن اليوم كان نعلنو على أن هناك إضراب للطعام والشرب نعم مجموعة من الطلبة المتضررين قروا يديروا إضراب على الطعام يوم الجمعة 24 فبراير 2023 هات جمعة هذه مي كان قولوا إضراب على الطعام والشرب كان قولوا إضراب للطعام والشرب كان قولوا خطورة على حياة شباب طلبة شباب شباب اللي آمنوا بالقضية ديالهم شباب اللي توقف في مؤسسة الدولة وتوقف أن البلد ديالنا بلد حق القانون على أن عندنا مسؤولين نازيهين شباب اللي ناضلوا بطريقة ديالرجال قانون وهات شرك يشهد بيه التاريخ درنا جميع الإجراءات القانونية طرقنا جميع مؤسسة الدولة البلامان الأحزاب السياسية فإذا بهما القينا إلا الصمت واضطروا الزملاء ديالنا اليوم يضحوا بحياتهم ويأخذوا خطوة في حال هذه سعيا لوجود آدان صاغية إحنا في الأول كنا ضد هذه الفكرة رفضناها لأشيحنا نموتوا باش يعيشوا أومة واش يموتوا الشرافاء باش يعيشوا ويستمسعوا الفاسدين فهذا ماشي عدل ولكن من درسنا هذه الخطوة هذه دراسة مصافدة بلنا على أن هذه الخطوة لا فرارة منها ثم يقولون لأن الدعوة العمومية ما زال مسحركشتها إلى يومنا هذا بدون تفسير الدعوة ديالنا ديما كنا في الإجراءات هذا بدون ديكر الدعوات اللي تنفي ومتنازل اللي احنا ما عارفين اش علاش الطالب السعجالي ديالنا اللي ما زال ما تتبتش فيه فهذا شي كامل خلانا علانا ناخدوا هذه الخطوة وخاص عيبة ولكن اليوم الزملاء ديالنا غادي للموس من نهار الجمعة غادي لحسبوه بالأيام وفي الساعات ونحن هيك نتسناهم ومع ذلك كل نتيقة ان شاء الله لأننا غادي نتسروا وما غاديش نتنازلوا وكذلك السيد الوزير كي حاول من خيال تصريحة دياله علانا يمر لنا بمما فادوا لأن أو للمسؤولين كيلعبوا على العامل الوقت باش يخليونا لأن إلا قادة القضاء الكلمة دياله من بعد امتحان شفاوي فالقضية انتهت لا قاديما انتهى الشمة وخايقوا الكلمة دياله من بعد امتحان شفاوي ولو إلا قدر الله لقى الزملاء دياله حتفهم فحنا هيا غادي مقوكا نتذروا كلمة ديالقضاء وكلمة ديالقضاء غادي تنصرنا وغادي تلغى ديالامتيحان وغادي تلغوا ديالك نتائج المشبوهة لدي الشفاوي ديالكيسة بيحس حينا الدعوات ديال نديل إلغاء الامتيحان ككل بناءا لأن زملاء منا دارين خطوة صعيبة بزاف ديال إما يتفتح تحقيق وإما أن يهلكوا دون ذلك لقدر الله بغينا اليوم يتفتح تحقيق الذي يرعب المفسدين الذي يجمد الدماء في عروقهم بغينا تحقيق يتفتح في أقرب وقت ويكون تحقيق نازيه ديالأنه يقدموا لنا المفسدين العدلة ويتحاسبوا كأيها الناس ومغينا نقول اليوم لأننا نملك من الصبر ما يكفي ونملك من الصلابة ما يكفي ونملك من الجرأة ما يكفي ونملك من الشجاعة ما يكفي وكذلك نملك من الوقت ما يكفي فإحنا لم ن نجل بأننا ربحنا اليوم من هذا ونزالutن ربحوا هذا القضية ربحنا معارف قانونيا كبيرة ربحنا تعاطف ديالشعب المغربي اكل ربحنا مجموعة دياللمناظرين الأحرار ومحاميون اللي بصح محامية المشي السماصرية قالوا كلمة الحق و الساكتوا عن الحقي شيطان أخرس الساتدة جامعين خرجوا و قالوا هذا الخروقات واضحة ما بني على باطل فهو باطل هذا المسيحان راه كله عيوب يعني شكل اللي خاسر في هذه المعركة؟ اليوم ما رأى الفاسئة هذا المسؤولين ما اللي خاسرين واحتى إذا لم تدركوا اسمحوا لي أن أقول لكم لأن مجال السياسة ليس لكم فنحن اليوم جينا هنا باش نعلن تضامن دينا الكامل مع الزملاء دينا و نحمل المسؤولية دينا أي حاجة توقع للزملاء دينا لجميع المسؤولين ثم نحمل المسؤولية لوزارة العدل نحمل المسؤولية لرئاسة الحكومة نحمل المسؤولية لمؤسسة القضاء نحمل المسؤولية للأحزاب السياسية للبرلمان و كذلك نحمل المسؤولية حتى الأفراد دينا الشعب المغربي ما احترامي لكم اللي ستعودوا تصوتوا على هذه المؤسسات الحزبية لاحقاً لبينو وضح حجلياً بما لا داعي للشك بأنهم مرتزقة فعلاً هما مرتزقة يستغلون صوت الشعب والثيقة دينا ليقضوا حوائجهم والمصالح ديالهم أما احنا لا أهمية لنا و الدليل هواتش اللي كنعيشه اليوم و كذلك العزم دينا كيبان من الارتباك دي سيد الوزير والخروج دياله إعلامي الغير مدروس اللي من الأول دي القضية أبان على أننا على حق فما تدير ندوي بالمنطقة ما تدير من فتح التحقيق إلى يومنا هذا علش ما يجابونا ش التسؤول ديالنا ولو لكي ينفدوا الكلام ديالنا وكذبونا وفتحوا لنا تحقيق يكذا الحق ديالنا ولا لا وش وجود الخروجات كاملين ما قادرين فتحوا لنا تحقيق و نحن اليوم كنأكدوا عليها لأن هذا الرفض المطلق لفتح التحقيق فهو يخبئوا به تلاعبات كبيرة و من الفاس فاسد كبيرة فرنا نبقى ميزقال هنا ما فغيما ما اطرقنا جميع البيبان و ممكن نقول لكم باش نتنزيدوا نتأكدوا إلى يومنا هذا نرجعوا للوائح الخزي لوائح العار و نشوفوا ماذا كل المسؤول في هذه القضية علش ماذا كما ضلو حتى اليومينا غلقوا و جواب علاش هش كل المستفرين ماذا هذا الامتيحان هذا من كل مؤسسة الدولة أبناء محامون نقاباء قوضات نواب اللامانين مسؤولين وزراء فلماذا نحن اليومينا أي مؤسسة مشينا لك القوم من الصمت إذا هدو كامين تساؤلات كنحطوهم حنا طالب ديالنا الواحد هو فتح تحقيق لذا كنت من نوع لأن الزملاء لم يقعوا المواله حتى يستطيع مجموعة هذه الطلبة اليوم بينهم المناظر الشارس أمين نصر الله اللي كعرفوا الجميع و المناظر الحور عبد الرحيم من تنسيقية تزنيس و مجموعة من المناظرين بمدينة الدالبيضة لتوما آمنوا بالقضية ومدينة مكنات ومدينة أقادير يعني مجموعة هذه الطلبة الناس كثار غير يموتوا داعوا هذه المسؤولين يروا جتاميننا تزفوا إلى المقابر لعلى ذلك يرضي غرورهم فإن لم يفتح تحقيق فمن بعد هذه المجموعة ستكون مجموعة جديدة ستكون مجموعة أخرى نرى أكثر من ثلاثين ألف واحد مستعدون على أننا نعطي الأرواح لأننا نقربنا لوطننا ونقرّوا عن ما نقول وعلى ثاني مجموعة مستساؤلات تفتس هذا ما يريد أن يقول لنا يريد أن يصل لنا على أنهم الدولة وأننا نفروض علينا الخضوع يريد أن نقول لهم أننا لن نخذع لهم ولن نتنازل وسندافع القضية دينا وسنستمر في النضال إلى آخر يوم فعلى ثاني تنتهي تساؤلات هذه كنشوفوا التعامل دينا مع الملفات دينا كيف بدأت طريقة دي للاستفزاز كما نحن تساؤل ونبغي نقول واحد الجملة وسمحوا لي عليها على أن حكومة أخ النوشي أسوأ حكومة مرت على هذا الوطن لأننا وسمحوا لي تعامل دينا مع جميع الملفات خروقات خرجت كل شيء غلال أسعار خرجوا الأستيدة الجامعيين طلب المتضررين المحامون الضرائب خرج الشعب كامل الشارع تعامل دينا مع الملفات مخزي لا يليق بمستوى حكومة تحترم نفسها وتحترم الوطن دي لها واش طلبة خرجين إن شاء لك يقولك أسيدي هاد أدي الله ها الملف هذا كامل ملف فساد ومتن ما بغيش فتح ليه تحقيق ومتن ليه صامد بشنوك يعني أنك موافق أنك سنت متواطئ معاهم وكذلي كنرصدوق إحنا نشروا الضو ملف غلاء الأسعار مثلا تقريباً نفس ساعة مدى السيد وزير العاد المعلمين في دينا كيف هاش؟ يخرج الشعب الشارع يغوز يطالب تخفض أسعار فإذا بيه يخرجون يجن يلحو على البائع اليوم وحدين من المواطني على أنهم يعلقون بلقة الثامن قد المواطني يعني السيفزاز ما الغيب منه حيث نغمال ما نعرفه؟ خروج الشعب الشارع يرى بك الحكومة فإذا به اليوم ما نرى؟ حيث أن الحكومة هي من تدفع الشعب لخرج الشارع وهناك تطرحون بجموع هذه التساؤلات ما الغيب من هذه المشاهد هذه؟ التي أرى أن بعض المواطنيين يتطاولون على التوابث الوطنية ويتطاولون على جلالة المالك بطريقة لا طريقة إذا سؤال الذي يطرح وش هاد الناس عندهم مخطط واضح بغيين يخلقوا بأحد الفجوة بين الشعب والمالك شكر الله أو السؤال الأخر لأنهم لا يريدون يعملون كامل لتدوزوا قوانين لمخالفة للتسواب الدينية والمبادئ السورية هذه كمية أسئلة مطروحة بشدة ومثلنا لأن المسؤولين يجاوبون ويحلون المشكلة لأنها في أقراب وقت حيث يقع الشيحويد لا يحمد عقبها شكرا لك الأخت والزميلة ليلة العريشي تنبو عن تنصيقية مدينة مكناس والنواحي بحال بحال جميع الزملاء اللي اليوم حاضرين معنا يكون نبو على العديد من الطلبة كنقول بأن الخروقات التي كانت كثيرة لا تعد ولا تحصى نحاول أن نعدها في عدة أسطور إلا أنها كثيرة وبهذا والذيق الوقت لا يمكن أن نطرق لها كاملة إلا أنني سأشير اليوم إلى أحد الخروقات الإدارية والسياسية المسؤولة التي خرج بها سيد الوزير العدل وقال طلعت هبط هناك تطرح لها عدة تساؤلات من بعد ما قال بأن 800 ينجحوا و 1881 طالوا رأفة وطرقوا قلب السيد الوزير نسائلك ماذا كان لديك؟ الفون من أحد أو ماذا من استعطفك؟ إلا أن هذا سؤال مشروع إلا أن ننظر إلا أن ننظر لدي الوزير ولكن إلا أن ننظر كابن وزير مسؤول على امتحان في وزارته يدخل لها مع العديد من الأفراد كيف ما خرجنا مباشرة على سؤالات راحات الزميلة ديالتي كانوا بزاف ديال الناس من عدة جهات ومن أبناء ناس اللي واصلين بزاف ديال المؤسسات وبالتالي كيبيلنا التواطؤ ديال عدة مؤسسات عندها مصلاحة وكسؤال آخر شحال من قرار بصفتك الويزارية تختيه بنفس الطريقة بين قوسين؟ خارقا للقانون بصفتك وزير العدل سؤال آخر ما هو المعيار؟ ما هو المعيار اللي بطيو وطلعتو به ناس كوزير العدل؟ كان من الممكن أن تطلع رحمتكم ورأفتكم جميع الطلبة فهي هاد المهنة لان تطقي لكهي الدولة فهي مهنة حرة كيف ما كان عرفوا راكيني نحتى بزاف ديال الناس عندهم اليوم ما فاتحينش ما فاتحينش قاع ما كاتيب وها اليوم كينو أننا نربط هاد التجاوزات مع هواجس المحاميين احنا اليوم ما عرفنا شين بغيتوا توصلونا نتساءل من خلال نسائل الحكومة وزير العدل المؤسسات كلها فين بغيتونا نوصلو؟ لحنا ولا كل من طاله ظلمكم وتغاضيكم فين بغيتو توصلونا؟ مباشرة بصيغة مباشرة فين بغيتو توصلونا؟ خرشو الشعب كامل ما خليتو حتى شي جيها من الجيهات ما قصوهاش فين بغيتو الشعب يوصل؟ لعبين معاكم سترانج وعارفينكم شنو بغيتو؟ عارفينكم شنو بغيتو؟ قرينا علم السياسة والحمد لله ما فهمش علاش ما كتخلعكمش ثورة المثقف؟ علاش ما كتخلعكمش تساؤلات الشاب المثقف اللي هو كيتعتبر من الشباب اللي كينجحوا جميع الخطوات لانهم كي امنوا ماشي غادي نمر تخرباك ولكن اليوم حناية كندرسو ولو اننا ما كناش كندرسو ما كناش غادي نرسدو خرقاتكم اللي كتحاولوا تضغموها دائما وتستعطفو الشارع كنا كنسألوكم بصفتكم مسؤول بصفتكم مسؤول علاش ما تطرقتيش للنقاط اللي كنسولوك فيها تنسولوك اسئلة مباشرة غتجاوبنا اجوبة مباشرة تحت على راسك والاستعطفات الخرق عودها على راسك تعودها شلينا حنا كنسألوكم كمسؤول وليس كاشخص والي هادات جاوبنا كمسؤول وليس كاشخص من بعد الربيع العربي الذي كذا ان يعصف بالجميع ولد المغرب دستور 2011 واللي كان كي حملينا العديد من الحقوق كسبنا من خلال دستور 2011 ونحن فيما بعد 2011 تنقول باننا نحن ناطق في المغرب ناطق في المؤسسات والمؤسسات اللي اتخلقات لحماية هذه الحقوق وفي اول موقف تعرضنا له احنا في اول موقف مبimir من Burke لم تختبر مادة دستورية ومادة الدفعيل لمؤساتات اللي اخرج بهها الدستور اقصاء. محاولة الاقصاء لاننا احنا يا كشباب مغاربة احرار. ما رجئنا لهال المؤسسة. ولهال المؤسسة. ولهال المؤسسة والجميع المؤسسات التي خول لنا دستور الفين وحداش. اننا نطرقوها ولا لا استجابة. لا استجابة. بل لابعد من ذلك. اننا من مور ما وصلنا ومشينا الديوان الملكي. احنا على يقين بان جلالات الملك الى وصلوا هاد اللعب بهاد الصورة. سيتفاعل. وهذه البسالة اللي كديرو. كم سؤولين. انا ما غادش تعجب سيدنا. والضغوطات اللي كتمارسو. انا ما غادش تعجب سيدنا. وحنا يا را غاد ينصفوها السيدنا بطريقتنا. داب الوقت بدأ العدو التنازلي. الروح ديالاخ امين نصر الله الذي هو حاضر معانا اليوم. والارواح ديال اصدقاء ديالنا. اللي غادي. يضمنوا ويعوجوا يزيدوا. قسما بالله وعلى جثتنا. ما غادش نخلي وهات تظهق باطلا. احنا معهم. واحنا باقين حاليا كنحلون تنحاولون نفكو حرة نبيناتنا. وتنقولوا لكم. كمسؤولين ستتحملون المسؤولية وكنحملكم مسؤوليات. ما ستقولوا اليه الامور. من بعد الخطوات سعيدية اللي غادي تجي مستقبالان وستكونوا متنوعة. وكارسالة اخيرة. باقي كنحسبو الموقع الحساس للدولة ديالتنا. وباقي مصلحة لوطن. كنحسبوها فوق كل مصلحة. ما تختبروش صبر ديالنا وما تختبروش. اش من جهات ممكن نصل لها ما تختبروش. اش نايا الخطوات اللي ممكن نصل لها وما تختبروش. صبر ديال ناس يغتو. وشكرا. ما عباد عني اللجنة الوطنية لضحايا. انتحال الاهلية لمزاولة مهنة المحامات. اولا لا يفوتوني انني نشكر رجال الصحافة ونساء الصحافة على التضامن ديالهم. على الحضور ديالهم. ربما سيقولوا قائل انهم تدروا الواجب ديالهم ولا كلا. احنا تنشوفوا الناس اللي تيضامنوا معنا. وتنشوفوا الناس اللي تيكتبوا. اللي تيينقلوا المعالاة ديالنا وقلبهم. على قلبنا حيث تعارفين انه هو هادشي اللي تنعني ومنه اليوم. وهادش اللي تعرضنا له اليوم. اه ما عندوش علاقة بنا احنا فقط. بل هو معرض له اي واحد من ولاد الشعب ومن ابناء الشعب اللي ما عندوش شكنية اللي تتخول لي مجموعة من الامتيازات. قدنا هذه المعركة في ظروف اقل ما يمكن ان يقال عنها انها غير عادلة. لاننا اليوم ما تنواجهش شخص عادي مواطن. لما تنواجه وزارة العدل في شخص وزير العدل. تنواجه وزير مدجج بالسلطة عنده بزاف ديال الصلاحيات الموسعة. يسانده في معركته الاعلام الرسمي الذي اقفل الابواب في وجوهنا وكأننا لقاطاء او كأننا غرباء على هذا الوطن. احنا ولاد هذه البلاد وتنبغيوا الخير لهذه البلاد. ولا يحرقون في هذا شيء كامل الا غيرتنا على هذا الوطن. ادخلنا هذه المعركة في ظل صمت المؤسسات وفي ظل صمت الاحزاب السياسية وسيقول قائل ايضا ان الاحزاب ما تنعتبروهاش كينا وما عندهاش دور وهذا هذا امر طبيعي لانه للآسف طبعنا مع هالفكرة ديال انه الاحزاب ما بقاتش تقوم بالدور ديالا. احنا تنعرفو انه الاحزاب يقول احد المفكرين انها ابناء الديمقراطية. احنا اليوم عندنا احزاب متعددة. شي واحد يشرح لي ما معنى انه على الاقل احزاب المعارضة ما تديرش موقفه ما تديرش بلاغ شديد اللهجة تدين فيه هاد الافعال الاجرامية التي مارسها وزير العدل. ما معنى ان تتكالب وتتواطى الاحزاب بصمتها. ما معنى انه احزاب لي وطنية وعندها تاريخ عارق تسكت اليوما وما تقدرش تقول وكواك الحقرا هاد ناس الترميق؟ ما سيخليكم يسكتق؟ حي دولنا من بعدنا فكرة انكم متواطئين وانكم مستفيدين. وانه اللي ما كيخليكم تتحضروا على هادولاد التعب هو انكم تستافدتون انتم اولادكم. باي وجه ستواجهون غدا المواطن يصوت عليكم. باي وجه ستواجهون ستواجهون المواطن البسيط لبحرتي يجيب واحد القوت اليومي ديال 60 درهم 70 درهم وأنتم اليوم تساهمون في تخريب السياسات العمومية بالمغرب ولكن ما نقول لحياة لمن تنادي بل لا حياء لمن تنادي لأنه اليوم الذي يغيب عنه هو الحياء هو ذلك النخوة المغربية التي غابت على مجموعة من السياسيين وزير العدل ليس هو إلا تحصيل وحاصل هو تحصيل هذه الأحزاب السياسية التي توقفت وأصيبت بالعقم وجاها العقر ومن قدشة نجبلين النخم السياسية لتشرف البلاد وصلنا هذه المعركة الغير عادية لا وش تفضل هذا الشيء كامل وش تراجعنا ما تراجعناش صمتت الأحزاب وتهرب المحامون الذين كنا كنا نتاظروا منهم وكنا نظنوا منهم نظنوا فيهم خيرا تهرب أغلبهم وجلهم من أنهم حتى يهضروا في الموضوع بل حتى الناس لماذا لم تسخلوش بلادسهم في الهيئات ما بقوش يدروا حتى جامو جادوغ على المنشورات اللي تتعني هذا الموضوع خوفا من أنهم يغضبوا حراث المعبد ولكن وش تراجعنا لما تراجعناش معركة غير عادلة العادورة تعرفونه جيدا كل الظروف تدفعنا نحو التراجع ولكن ما تراجعناش قمنا بوضع مجموعة من شكايات وآخرها مقال لإلغاء هذا الامتحان المهزالة ولتوقيف الامتحان الشفاوي ونتفاجأ بأنه بعد مرور أربع أيام من وضع هذا المقال للإيقاف هو مقال استعجالي على فكرة ولكم نزد القانون لكم تتعرفوا في كل مقال عنده طبيع الاستعجال نتفاجأ بعد مرور أربع أيام بأنه المقال لم يتم تسجيله بعد فين هو المنطق في هذا الشيء وتتباليكم هذا أمر طبيعي أنه واحد القادية لإخدات بعد دولي كتابة الضغط لا توصلها لأخبار وما تسجيله للمقال بالأدهاء من ذلك نفاجأ بأنه يتم إخبارنا أنه الجلسة ممكن تعين ولكن بعدها مرور الامتحان الشفاوي الضحك على الدقون ولربما الاستهزاء بهذا الجراح اللي أعطاهنا هذا الوطن وهذا البلد اللي مادرنا نتشي حاجة خيبة من غير أننا بغيناه ولكن ماذا رجعنا له لا نحن لازلنا مستمرين اليوم قبل ما ننظر على الخطوات السعيدية أنا استفزاني جدا تصريح الآخر دي السيد الوزير واستفزاني أكثر أنه يكون هذا تصريح مع صحفي وأنا أقدس مهلة الصحافة ترحمق على هذا المهلة ولو لم أكن محامي ربما كنت اخترت الصحافة لأنه واحد من المهلة مقدسة المهمة دياله هي أنها تبلغ الخبر اليقين بطريقة جيدة وبكل حياد كانت تفاجأوا أنه هذا الصحفي يرويجوا ويسألوا سيد الوزير بكل برودة دم تقول له هذا المهلة في ديال المحمد تطوع شنو استفزتي منه والوزير يجيب حتى هو فنفس السياق السيد الوزير فش تقول على المهلة في التطوع أنت تضرب وجود المحاكم فش يقول لك الوزير أنه واحد الميلف لازال معروضا أمام القضاء تطوع إذا أنت اليوم ما تتعرفش أنه كينين محاكم في هذه البلاد إذا اليوم مؤسسة القضاء ما كيناش أو ربما أمام القضاء عرف أنه الأمر ستمشي من تحتها كما عودتنا هذه جوش تفسيرات اللي ممكن فهموا من هذا الصراح اليوم للأسف مجموعة من الطلبة سوف نمشي في خطوة الإضراب عن الطعام وممكن عودتنا تقولوا ما تيهضروا وموجة وديزة ويغوة تتعيا وغي عيا وصافي ولكي لا اليوم آمين ومجموعة من الطلبة ماشيين في إضراب عن الطعام وفش تقول إضراب عن الطعام هنا تنضربوا واحد الحق مش يغي على المستوى الوطني الحق في الحياة ترى هو أسماء حق في الاتفاقيات الدولية في العالم واش تتعرفوا واش تتخيلوا ما معنى أنه الإنسان يتخلى عن حقه في الحياة أنه الإنسان ما تتوقع تبال الحياة تتعني والو إلا كان غدي يعيش فيها مظلوم إلا كان غدي يعيش فيها محقور إلا كان غدي يعيش في هذا في هذا الصمت الراهيب في هذا التواطئ دي المؤسسات ودي المؤسسة القضاء كيف سنواجه العالم كيف سنواجه المنتظم الدولي إذا فقدنا آمين كيفاش الدولة بعده سنواجه في هذه المؤسسات إذا فقدنا آمين وغيرهم من طلبة كيفاش سنقول لأخوتنا والأولادنا غير يقرأوا رأي لقريتي وليقول يمجتهدي النصيب كيفاش ممكن يبقى عندنا الإيمان بأنه كان واحد القوانين اللي ستتطبق على الجميع بدون أنه يتخذ بعلا اعتبار الانتماء الاجتماعي والكنية ومجموعة من الأمور كيفاش سنعيشه مرهد مرهد الميزار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة